موسيقى اسمي سامح يسري وزني مية وعشرة طولي مية اتنين وخمسين صنصر بعني من سيمنا مفرطة واللي حامل اتأخر بطبابه والدكتور قال لي لازم اخز حاولت كثير مع الرجوم ما عرفتش فشلت وشفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفة وشفت الأوزان الكثير اللي عملها والحياة السلحية عشان انا بعاني من روماتيزم على القلب ومشاكل في الكبر ورحت له وطميني وراح اجب حالتي ورات جمدي وان شاء الله هعمل عملية قريب تكميم معدى ومشوفكوا قريب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري الحقيقة طبعا احنا النهاردة في مجموعة من العملات كتير جدا في تكميمات في تحويلات التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مصر اللي اسمها عشر هي من ضمن العمليات التي تهدف الى انقاص الوزن الحياة طبعا اساسة سماح وزنها مية وكمانية كيلو احنا مش لازم يكون وزننا فوق المية وستين كيلو فوق الميتين كيلو عشان نبدأ نعمل عملية لا احنا طبقا للاعراف الطبية كلها ان معامل كدل الجسم لو اسمنا طولنا وزننا على طولنا مرتين المفروض يطلع رقم اكتر من خمسة وثلاثين ونكون بتارينا نشتك من السمنة ساعة نعمل العملية يعني ربما يكون الواحد وزنه تسعين كيلو طوله مية وخمسين سنتي ربما يكون واحد وزنه مية كيلو فما ما نستنياش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل ميتين كيلو فحنا النهاردة هنوريكم اوزان كتيرة جدا وعمليات كتيرة يعني فرايتس كتيرة جدا لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنة ما تتمكن مننا حد ما نكون اصبنا بالضغط اصبنا بالسكر اصبنا بمشاكل في الانجاب اصبنا بمشاكل قد تكون اجتماعية من الدرجة الاولى لكن معظم الاوزان ويمكن فيها حاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم يعني فيه ناس ممكن تترفض من شغلها او تطلق يعني فيه ناس بتجنة كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعية قد تصل الى الطلاق ومشاكل اجتماعية قد تصل الى يعني بيت بيجتماعيا بيبقى فيه مشكلة عشان كده احنا العمليات انقاص الوازن هي عملات فعالة بتجرى خلال منظور خلال فتحات صغيرة اقامة يوم او اقل من يوم يعني اقل من يوم ان شاء الله بيكون يعني في بيتك بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عادي لان هي طبعا عمليات بالمنظور التكميم المعدة من العمليات السهلة هنتشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنتمنك عليها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري انا بس هوريكو خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة عمليات تكميم المعدة هي عملية سهلة الهدف منها انقاص الوازن بتجرى بالمنظور خلال فتحات صغيرة وهوريكو دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعدة عن الدهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المسالكات كلها امريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي يا اما كوفيديان او جونسون الدباستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفة شوية بتدسها لك وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن ستة سنتي ستة سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو ستة سنتي الى ان تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من خمس ستة غيرات او سبع غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شوية الدباسة دي كوفيديان هم مفرقوش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو ستة سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبيس اللي هي بتخلصت لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي هي جشور ده ادبانسد بايبولر تكنولوجي اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة امنة ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة ابديتت في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفوتة من عيان لعيان حسب الاوزان ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وهي ده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترام كل ده لازم يتشال بالنسبة او قد تصل الى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهاز ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكاي Advanced Bipolar Technology اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجدهم السيز مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة الخطوة التانية من العملية ان احنا بندخل جهاز بوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز بوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو اخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عزل الجزء هي دبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا اللي عملية سهلة جدا في خلال عشر دقايب يتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكوا عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدبستات اللي احنا ورناها لكم دبستات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وتلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي دي المعدة اللي هتتشال بالمنظر ده هنشالها بنطلعها بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي بنطلعها من البرطاط اللي هي خلال فتحة الاثنين سنطي بيتم يعني اه تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السوال اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس الورط صغير عشان ما نعملش فتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريف عشان احنا بنخاف من تسريف في كل اعماليات الجراحة فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضبط جامد يعني بنحاول نعمل المعدة بنخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدباسات ودبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريف زي ما احنا شوفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتباند دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترام المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت مافيش دبوس طوالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله مافيش اي تسريف مافيش اي نزيف بنطلب من دكتوري التخدير كمان ان هو يعلي بريشر يعلي ضغط شوية عشان لو فيه نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني نوقفه اثناء العملية ما نصفش العيان للظروف ما بعد العملية بسم الله الرحمن الرحيم انا اسم سماح يسري عندي خمسة وعشرين سنة وتوني مية اتنين وخمسين سنشة لسه عاملة العملية حالا تكميم معدة مع دكتور كريم صبري وانا كويسة جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام واي حد يا حبيب يعمل العملية ما يخافش ما فيهش خطورة وكله تمام وانا بشكر دكتور كريم صبري ان هو وقف جنبي وساعدني ان انا اعمل العملية ومهما اقول مش هقدر اوصف شكر لدكتور كريم صبري وزي ما كنا مع بعض النهاردة شفنا سماح كانت يعني عملت تكميم معدة هي عملية سهلة بتجرب المنظور خلال فتحات صغيرة هي بقالها فترة قصيرة جدا ما بعد العملية انت بقالك قدية تقريبا بقالها ساعتين المفروض بتتماشى دلوقتي بعد ست ساعات بتتشرب ثاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعة بتترواح البيت احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصائر طبيعي بسكر دايت وعصائر كيور لمدة اسبوع 10 تيام بعد كده العشرين يوم بقيت الشهر الاول بنمش على اكل يعني يعني يفضل ان هو يكون ممضوع كويس جدا بندلهم تعليمات واضحة جدا ممكن ننزل شغلنا في خلال ثلاثة ايام يعني بكرة تراح بالسلامة البيت يومين اتنين وتنزل شغلها عادي جدا لو في اي شغل ممكن تسوقت ممكن تتحرك ممكن تتمارس حياتها بطبيعي عادي جدا في خلال ثلاثة ايام عايز اوصل رسالة اقول ان عملية السمنة سواء تكميم المعدة زي ما شفتم معنا النهاردة او تحويل المسار او يمكن عملية اصلاح فشل جراحات السمنة السابقة كلها جراحات تجرب المنظار هي جراحات امنة الريهابيليتيشن زي ما انتم تشوفين جميل جدا يعني الامور عادية جدا مفيش فتح جراحي خالص احنا كل العملية تجرب المنظار حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيرة زي ما هتشوف بعد شوية كل الحاجات دي بتتعمل بالمنظار خلال فترات صغيرة جدا قد لها تتعدى الساعة من بداية البنج لنهايته الافاقة بعد ساعتين زي ما انتم شايفين بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي سماح يسري عندي 25 سنة وزني قبل العملية كمية وعشرة في خلال ثلاث شهور بعد عمل العملية خاصيت 25 كيلو فارغوا معي كتير في كل حاجة في شكلي وفي لبسي وفي طريتي وفي كل حاجة بقيت اقدر اتحرك بقيت اقدر امشي ومبسوطة جدا بالنتاج زي ومبسوطة جدا بالله انا وصلت له وكان عندي رماتيزم على القلب ما بقيتش اشتكي منه ورماتيزم على رجلي ما بقيتش ااخد البنسلين ولا اي حاجة وبشكر دكتور كريم انه هو في جنبي وغيري حياتي للاحسن ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرة التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب موسيقى 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 مساء الخير مساء الفل على يون مشاهدين تغير مع يومنا حلقة جديدة وعندنا ثلاث فقرات النهاردة فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا مشكلة كبيرة ستات كتير بتعني منها بنات كتير وفي رجال كتير كمان ناس كتير قوي بتبعاتلي بخصوص المشكلة دي فإحنا نهاردة هنتكلم عن حاجة خاصة بالمشكلة دي من الدرجة الأولى هنتكلم عن ويت ويلو اللي بيفتح الأماكن الغمقة في الجسم يعني لو أنت عندك هلت سودا لو أنت عندك نمش لو أنت عندك بقع أثر حبوب أو عندك كلف أو عندك أماكن في جسمك مثلا الأندر آرمز أو السنستف اريا أو الكوع أو الركب أو الحاجات دي كلها فيها غمقان اللي هنتكلم عنه ويت ويلو هنتكلم عنه دلوقتي بيفتح الأماكن دي من الدرجة الأولى فهنعرف معلومات أكتر عنه هنعرف إيه مكوناته ونتيجه بتبان بعد قد إيه بس اسمحولي أرحب بضيوف الأعزاء اللي معايا في الفقرتي الأولى دكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لشركة أول بيوتي أهلا يا دكتورة حنان ودكتورة دينا نجيب المدير التطويري لشركة أول بيوتي أهلا يا دكتورة دينا أهلا يا دكتورة حنان فيه شكاوي كتير قوي وناس كتير كتير يعني عددهم كبير عندنا بيبعتوا بيقولوا بيستفسروا يا جماعة احنا عندنا أماكن غمقة في جسمنا يا جماعة أنا عندي هالات سودا أنا عندي مش عارفة إيه مشكلة الغمقان دي مشكلة كبيرة جدا و3-4 البنات والستات بتعاني منها انتوا جايبين النهاردة وهتتكلموا عن ويت ويلو وهو لوشن لتفتيح الأماكن دي من الدرجة الأولى نعرف ايه هو ويت ويلو وازاي بيشتغل على أماكن الدكنة تمام هو ويت ويلو فعلا هو منتج رقم واحد في التفتيح يا يومنا ويت ويلو فيه بصي خلينا نتفق لأول نعرف مشكلة الغمقان دي بتيجي ازاي التصابغات الجلدية أو البقعة الدكنة الهالات السودا أي منطقة غمقة في الجسم بتبقى نتيجة لزيادة إفراز سبغة الميلانين اللي موجودة في الجلد فلما السبغة دي بتزيد عن مستوها الطبيعي بيظهر الغمقان الغمقان دي بيتمثل زي ما انتي قلت في البقعة الغمقى في التصابغات الجلدية أي منطقة منطقة تحت الإبت أو منطقة السنستيف أريا البكيني عند السيدات أو أي أصار حب شباف في الواجهة برضو أو وهالات سودا كلها نفس السبب فلوشن وايت ويلو كل مكونات ويومنا بترجع سبغة الميلانين لمستوها الطبيعي فبيبان التفتيح بيبان قدقي المنطقة بعد فترة من الاستخدام حوالي 3 أسابيع أنا باستخدم اللوشن تاني هو اتفتح تماما كل المناطق الغمقى عندي اتفتحت اللوشن وايت ويلو كمان فيه ميزة حلوة جدا إنه غني جدا بفايتامين إي وفايتامين سي وده بيدي نضارة وحيوية للبشرة يبقى أنا بعالج التصابغات الجلدية أو الغمقان وكمان بدي نضارة وحيوية للبشرة يعني وايت ويلو يتحط على أي مكان من الأماكن الدكنة يعمل لها عملية تفتيح للأماكن دي طيب في طريقة بقى معينة لاستخدام المنتج ده هو وايت ويلو لوشن طبعا هي عملية التفتيح دي بس عايزة أوضح حاجة يومنا إن أنا برجع لون البشرة أو أي جزء من أجزاء الجسم للون الطبيعي تمام؟ عشان بس ده يبقى واضح للمشاهدين يعني واحدة حرقت من الشمس بالزرط واحدة خست ولونها تغير واحدة مثلا رقابها غمقت مثلا من السجوء من الرقوب من الصلح أو قوحة مثلا يعني أكيد كلنا بربقى في أول الحياة ما عندناش المشاكل دي مع الوقت بقى والسن والمشارفائي بتظهر المشاكل أكيد فوايت ويلو بيرجع الأماكن دي اللي غمقت للونها الطبيعي بالضبط حتى برضو كمان الهالات السودة النمش الكلف وحاجة برضو مهمة جدا جدا أثار حب الشباب لأن إحنا بعد الحبوب ما بتختفي بتسيب معاها بقع بنية بسيطة أو سويرة برضو وايت ويلو لوشن يقدر يشتغل عليها وايت ويلو لوشن أنا بستخدمه مرتين في اليوم الصبح وبالليل يعني إما بحطه على الوجه يعني بالنسبة لمنطقة الوجه يعني إما بحطه على الوش كله يعني إما بحطه على الماكن اللي فيها البقع تمام بالنسبة للجسم تحت الإبت أو مثلا على القوع الركب أو مثلا البيكيني مثلا فده أنا ببتدي برضو أحطه بكمية مناسبة للحتة دي أو للجزء اللي أنا عايز أفتحه أحط كتير ولا قلق يعني كتير ولا قلق الكمية المناسبة أنت بتحسي والرحب يقيم نفسي بالزبط كده الكمية المناسبة ليكي إن أنت حسة أن المنطقة دي اتشربت تماما يعني المنطقة أنا حطيت فيها الكريم وتشربت تماما مش فكرة أن أنا هفضل أحط يعني مش بكتره كده ومش من كتره ومش من كتره لأ أنا مثلا هخلص العلبة في يوم آه آه فهمها أصدي لأ أنا بحط الكمية المطلوبة المناسبة ان انا حاسة ان انا خلاص انا اشتغلت على الاريا كلها مالية المنطقة كلها بس وكرروا الصبح وبالليل صبح وبالليل بطريقة معينة يعني مثلا ولا عادي هو بيتحط كده هو لوشن فاللوشن بيمتص بسرعة جدا مش محتاج ان انا قعد مثلا ادعك كتير هو بمجرد مثلا انا عندي منطقة غمقة هنا مجرد لما احطه اول كوع حطيت حبة وخلاص عملتها التدليق بسيط وسبتها وهو هيتشرب معي تماما تماما للناس اللي عندها هنا العقل دي بالضبط اللي عندها منطقة غمقان هنا فبرضو ممكن استخدمه اي منطقة عندي غمقة في الجسم او في البشرة حلو جدا ان انا استخدم وايت ويلو لوشن عليها سريع الانتصاص مش هيسيب لي اي اثار دهنانا او اي اثار زيتية او احس ان انا مش مرتاحة وانا حطى اللوشن طيب انا هبدأ احس بالنتيجة امتى حفظ وبشرتها تفتح من امتى يعني هو المفروض ان هو كورس 3 اسابيع فانا اسبوع بعد اسبوع بيبقى فيه تحسن لحد ما بوصل خالص بعد 3 اسابيع البقع ويعني اي بقع غمقى الهالات السودة اثار حب الشباب تختفي معايا تماما انت عارف مشكلة الهالات السودة دي كبيرة جدا جدا واكتر حاجة بتقرقنا لان هي تبقى فوكسنج على الوش والعين يعني انت حاجة مركزة تحت عينك وفي وشك حاجة بتخلينا متضايقين يعني انا مثلا ليه الاقي هالات سودة او احس ان انا على طول كمان بتخلي على طول الوش شكله بهتان شكله ان انا مطفية انت ليه تحت عينك اسود كده انت ليه سايبة نفسك فوقعت ويله الوش حلو جدا 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 للهالات السودة لان هو بيشتغل على التفتيح من الدرجة الاولى طيب وقعت ويله يا دكتور حنان مرخص من وزارة الصحة المصرية وهنشوف الترخيص معنا دلوقتي وطبعا انت بتنصح اي حد انه ما يستخدمش اي حاجة بدون ما تكون مترخص طبعا اي حاجة مستخدمة على الوش او على الجسم لازم تبقى مصرحة على الاقل من وزارة الصحة المصرية لان ده ايجيبشن مانستري اوف هالف والتصريح طبعا يتعرض علينا على الشاشة هو مصرح من وزارة الصحة المصرية بانه من اقوى مستحضرات التجميل في علاج تفتيح البشرة عايز اقولك برضو يا يومنا تعقيبا على كلامك انه برضو لون انغمائن اللي بيبقى في البشرة بيبقى نتيجة لأشاعة الشمس فيه ناس كثيرة لما بيبقى شغلها برا البيت بتغمق بفعل اشاعة الشمس الالترا فيلو تريز فلوشن وايت ويلو بيدي نتيجة هيلة جدا مع الناس اللي غمقت من الشمس بيرجعهم للونهم الطبيعي كمان نقطة الاثار حب الشباب ساعات بتسيب بقعة دكنة فمع لوشن وايت ويلو بيقدر انه يعالج اثار حب الشباب اللي هي البقعة الدكنة اللي نتجه عن الحبوب بتاعت الشباب بتوحد لون البشرة كمان لوشن وايت ويلو انه اول حاجة قلنا بيفتح لون البشرة تاني حاجة انه بيدي نضارة وحيوية البشرة بفعل وجود فيتامين اي و سي موجود فيه تالت حاجة انه ليه خواص مرتبة حلوة جدا جدا يا يومنا انه بيقدر انه يعمل ايمونيونت افكت نتيجة انه فيه مجموعة من الزيوت في زيت الساليكون زيت البرافن فيه كمان زيت جنين الامح الحاجات دي كلها بترتب البشرة يعني لو عندي تشققات في القدمين في الكعبين في الكوع بيقدر انه يعالجها تماما وده بيبان من اول استخدام تشققات في ستة كثير اوي سكين تراكس بالزبط اه وعايز اقولك بتخلي الواحد ما بيعرفش يلبس اي حاجة مفتوحة في رجلو واحنا داخلين انتي عارفة في فصل الصيف منظر الايد لما بيقى فيها تشققات بيقى فيها مع غمئن بتبقى مشكلة جمدة جدا فبيقدر انه يعالجه من اول استخدام يا يومنا بنحس بتحسن بيعالج التشققات على طول بعد اسبوع بلاحظ ان ايدي بقت او اي تشققات او اي سكين تراكس موجودة في الجسم بتتعالج تماما بنسبة 100% طيب في عرض انتو عاملينه على وايت ويلو مازبور تقولي للاستاذ المشاهدين العرض بتاعكم طبعا وايت ويلو لوشن هو معمول عليه خصم حلو جدا جدا يا يومنا اي حد حابب دلوقتي انه هو يشتري وايت ويلو لوشن عليه خصم 30% ده طبعا يعني استجابة يعني مننا كل العمل ان شاء الله يقدروا ان هما يستخدموا ويجربوا والحمد لله هو الفيدباك بتاعه حلو جدا وخاصة فعلا في موضوع الهالات السودة اللي احنا كريمنا عليه من شوية كان نتيجته حلوة جدا جدا وبرضو التشققات التشققات برضو كان نتيجته هيلة فعلا الحمد لله بيستخدم لجميع انواع البشرة يا دكتورة دينا مزبوط جميع انواع البشرة البشرة الحساسة البشرة الدهنية البشرة المختلطة العادية او كمان الجفة كل انواع البشرة white willow lotion بيتعامل عليها لان هو lotion سريع الانتصاص ما بيحصلوش البشرة الدهنية مثلا ما تحسش باي اثار دهننا بالنسبة للبشرة الحساسة هو معظم الانجريدينس تعته طبيعية ما فيهاش اي حاجة ما تسببش اي التهابات للبشرة او اي احمرار يعني بالنسبة للبشرة الجفة هو فيه خواص مرتبة عالية جدا 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 فبيقدر ان اي بشرة جفة تستفيد منها اي بلاس كمان طبعا vitamin ee و c موضوع مهم جدا جدا لانه بيحسن من الكواليتي بتاعت البشرة بتاعت جميع اجزاء جسمي ان انا احس ان انا الجسمي فيه يعني نضارة ان انا ناعم ان هو سموزي يعني ما فيش اي زي ما كنا بنقول كراكس او كده لا يبقى كله زي يعني سموزي حلو جدا المكونات يا دكتورة حنان طبيعية طبعا 100% عشان فيه ناس تحب قوي ان الحاجة يبقى مكوناتها طبيعية قولنا ايه هي اهم المكونات اللي بتعمل على تفتيح البشرة في لوشن وايت وال تمام اول مكون عندنا يقومنا هو الكوريش اكستراكت الكوريش اكستراكت ده مكون طبيعي 100% ده اكتشفوا مؤخرا ان مكون الكوريش اكستراكت ده بيقدر انه يرجع زي ما قلنا في اول حلقة بيرجع سبغة الميلانين لمستواها الطبيعي فبالتالي بقدر افتح لون البشرة كمان مكون تاني من المكونات هو الكوجيك اسد او حمد الكوجيك ده برضو مكون موجود في نبات الفطر او المشرون فهو يعني بالاضافة لكده انه طبيعي 100% بيقدر حمد الكوجيك انه يرجع برضو سبغة الميلانين لمستواها الطبيعي فبيحصل التفتيح زي ما قلنا فيه مجموعة من الزيوت او توليفة متكاملة من الزيوت اللي بتقدر تدي تأثير مرتب ايمولينت افكت زي الساليكون ايل اللي هو زيت الساليكون زيت البرافن وكمان زيت جنين الامر وما ننساش طبعا وجود فيتامين اي وفايتامين سي اللي اتكلمنا عليهم اللي بيدو النضارة والحيوي فدايما بنقول انه لوشن وايت والو يا جماعة هو منتج التلاتة في واحد اول حاجة بيفتح لون البشرة بيقضي على اي تصبغات جلدية او اي بقع دكنة بيقضي على الهالات السودة واثار حب الشباب كمان يه خواص مرتبة ليه ايمولينت افكت يعني بيدي ترتيب في اي تشققات عندي او سكين كراكس زي الموجود في القدمين في الكوع او في الكعب بتاع الرجل او في الركب طبعا وكمان بنقول انه بيدي حيوية ونضارة للبشرة بفعل وجود الفايتامين اي وفايتامين سي فانا كده يومنا بعمل زي حاجة متكاملة او علاج متكامل لأي دفوع عندي سواء كان غماءن في البشرة او تشققات او لو انا حاسة اني فيش وحوف في الوجه فهو فعلا منتج سحري وزي ما قلنا هو حاصل على تصريح وزارة الصحة المصرية ودي طبعا اهم حاجة اتجاة اخيرة بس يومنا انه هو كمان فيه مادة لها التيتانيوم دايكسايد فدي اللي بتحمينا كمان من شعة الشمس الضارة فما فيش مشكلة خالص ان انا استخدمه الصبح صبح ونخرج في الشمس عادي بالضبط بالعكس انا كده بحمي نفسي اولا انا بعالج المناطق الغمق عندي كمان انا بحمي نفسي من اشعة الشمس الضارة ان انا اي مكان تاني يتصاب بغمقان بس فحلو والميكوب يعني قدر استخدمه مع الميكوب يعني فيه تعارض بينه بين اي ميكوب لا خالص انتي بتحطيه بس بيبقى مثلا قبليه بربع ساعة او نص ساعة على حسب مدتك المدة اللي انتي هتنزلي فيها فانتي قبليها بربع ساعة بتحطيه وتستفيد منه تماما في التفتيح وانتي تحمي نفسك من اشعة الشمس الضارة فبالتالي تحطي الميكوب بشكل يعني هادي جدا وما فيش اي حاجة خالص طيب فيه ناس كتير قوي بتستخدم الطرق التقليدية لازالة الشعر دي طبع بيانتو عنها غمقان دي حاجة معروفة لما تستخدم الطرق التقليدية مع الوقت يحصل طرهولات ويحصل غمقان طبعا كويس بعد لو يعني هيستخدموها يعني مضطرين ينفع يستخدموا ويت ويلو بعدها طبعا هو ويت ويلو لوشن انتي ادام عندك منطقة غمقة او عندك انتي حصل عندك غمقان او بقعدك نتيجة حاجة معينة تعرضك للشمس عملتي مثلا يعني استخدمتي اي اسليب من اسليب ازالة الشعر البشرة او كده استخدمتي مثلا المناطق اللي هي الدكنة عندنا دي بتتعرض اكتر للغمقان اي فاحنا ما فيش مشكلة ان انا ويت ويلو لوشن استخدمه لأي منطقة في جسمي سواء في البشرة او في الجسم ان هو يفتح لي المنطقة دي تماما ويرجعها لونها الاصلي طيب تاني حاجة هنتكلم عنها يا دكتورة حنان وهو منتج خاص بالسيدات وبالانسات منتج النسائي وهو نايرينا في بعض السيدات يومنا بيعانوا من ترهل عضلة المهبل نتيجة لقسرة الولادة الطبيعية لما في الست بتكون خلفها مرتين او ثلاثة فبيبعا عندناها مشكلة في ترهل عضلة المهبل فبنقول ان نايرينا بيقدر انه يرجع عضلة المهبل لوضعها الطبيعي يعني بيعالج او بيعمل على شد ترهل عضلة وده بيعتبر من اقوى المستحضرات الموجودة في الماركت طيب الاستخدام بالنسبة لسيدات اعتقد انه بيكون داخلي وخارجي اما للانسات فخارجيا فقط بالضبط لاني كمان فيه للانسات هتقولي لي هما ما عندهمش موضوع شد الترهل العضلة فبنقول انه نايرينا برضو من اقوى المنتجات اللي بتعالج البكتيريا والفطريات اللي ممكن تصيب هذه المنطقة زي الكانددا زي الترايكومونس كل الحاجات دي بتسبب التهابات بتسبب حكة بتسبب احمرار بتبقى موجودة في السيدات والانسات فبنقولي انه منتج من اقوى المنتجات اللي موجودة تقدر انها تقتل البكتيريا والفطريات وتقضي عليهم تماما زي الكانددا زي الترايكومونس وتقضي على الالتهابات او الحكة او الاحمرار بفعل مادة اسمها الترايكولوزان الترايكولوزان دي مادة معروفة جدا لها انتي بكتيريا الانتي فانجل برود سبكترم يعني ايه برود سبكترم يعني هي مضادة للبكتيريا مضادة للفطريات واسعة المدى واسعة المدى يومنا يعني هي مش بتشتغل على نوع واحد من البكتيريا او نوع واحد من الفطريات بتشتغل على مجال كبير جدا او ويد ريش كل انواع البكتيريا والفطريات فانا كده بحصن تماما نفسي من مهاجمة اي بكتيريا او فطريات في هذه المنطقة بالإضافة كمان أن نايرينا بيبقى لي ريحة حلوة جدا فبيحارب لو فيه أي رائحة كريهة في هذه المنطقة فبيقدر أنه يحاربها بفعل لمستخلص الورد والنعنى بيتم استخدامه تركيز يعني بيخفف مثلا معارفين الحاجات بيتم تخفيفها طبعا هو بيتخفف فعلا يومنا هو الغطب بتاع نايرينا بنخففه بـ 200 ملي مية وزي ما قلت بيتم التشتيف داخلان وخارجان بالنسبة للسيدات المتزوجات بالنسبة للفتيات بيتم بيق التشتيف خارجان فقط طيب المكونات كلها مكونات طبيعية اوه مكونات كلها طبيعية في عندنا المكون الرقم واحد اللي بيعمل على شد تراهل عضلة المهبل وهو مستخلص الألوفيرا الطبي ده طبيعي مية في المية ده بيغني تماما عن العمليات الجراحية أو الليزر أو الحاجات اللي بتبقى ناتج عنها فلوس كتيرة وبرضو بيبقى فيها يعني إجهاد أو الناس بتنزيل من البيت وتعمل الجلسات وكده فده بيديك نفس تأثير العمليات وانتي قاعدة في البيت في عندنا مادة الترايكروزان زي ما قلنا مضادة للبكتيريا مضادة للفتريات ووسعة المدى ومستخلص الورد والنعناع وده طبعا طبيعي مية في المية طيب مرخص يا دكتورة دينة من وزارة الصحة المصرية مظبوط مظبوط كده اه فهو ده مرخص من وزارة الصحة المصرية اي حد يقدر يستخدمه بشكل آمن جدا عايزة بس انوه على حاجة يعني بالنسبة للسيدات الحوامل يفضل ان طبعا التشطيف بس يبقى خارجيا فقط طبعا فيه عينية خاصة بالزبط بالنسب طيب احنا شوفنا الترخيص معنا على الشاشة الكامل طيب العرض برضو شامل العرض الموضوع مظبوط نايرينا اي حد حابب دلوقتي انه هو يحصل على نايرينا انه هو هيبقى عليه خاصم 30% وطبعا هو ان شاء الله يستفيد بالعرض لان فعلا نايرينا مختلف تماما عن باقي الحاجات اللي موجودة لان هو زي ما قلنا انه هو بيشد عضلة او بيشد التراهل عضلة المهبل مع انه هو كمان بيقديلي على كل انواع البكتيريا والفطريات اللي ممكن بتسبب الحكة والهرش طيب احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجتين من مقدمين من اول بيوتي والاتنين عليهم خاصم 30% وده كويس جدا اتكلمنا عن وايت ويلو الكريم الخاص بالتفتيح مظبوط يا دكتور حنان وده اعتقد انه هيعجب ناس كتير قوي من احسايدات شريحة كبيرة طبعا احنا مشكلتنا رقم واحد عندنا هو سواء كان رجال او نساء موضوع التفتيح اي حد بيبقى عايز يفتح لون بشرته ويرجعها لونها الطبيعي اللي بعيد عن بقى التلوس ومشاكل التدخين ومشاكل عشاية الشمس والكلام ده كل وكمان العرائز بقى يعني احنا داخلين بقى اصلا على موسم بيبعته كتير جدا او بالزبط فيعني بتيجي احنا بيجينا مكالمات كتير اللي هو طب انا عروسة طب انا استخدمه امتى او المدة كافية قد ايه ان انا عايزة مثلا عندي بقع وعندي تصبغات ازاي اقدر عالجها فوايت ويلو لوشن طبعا الحمد لله عمل نتيجة هيلة جدا جدا مع التصبغات انا بنصح اي عروسة او اي كمان شاب مقبل على الجواز او كده لو عنده بعض التصبغات في الوجه مثلا من اشعة الشمس ان احنا نستخدمه في مدة شهر هيخلصنا تماما عن البقع والتصبغات بشكركو على جوتكو معي دكتورة حنان الحساني مرسي لكي ودكتورة زينا نجيب مرسي يا دكتورة زينا هنروح لفاصل لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل استنونا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورانيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الاوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الامارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج ايطالي الصنع ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم لانه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو اصغر سناً بعشر سنوات من الاستعادة ماسي دورو جولد ستبدو ايطالي مرخص من وزارة صنع ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم ايطالي ومقرها سان مارينو ايطاليا ماسي فارم ايجب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوث ومقرها دبي الامارات ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب يارا بنت جميلة بتعاني زي بنات كتير من حب الشباب والهالات السودة تحت العين يارا اختارت المركز الطبي علشان كانت دايما بتحلم تكون ممثلة مشهورة اختيار صح يا يارا ليكي والكل اصحابك انا عندي حبوب وهالات وروحت كزا مركز ما وصلتش لنتيجة بس صحابي يدلوني على المركز الطبي وجيت ان انا عالج بشوتي واشيل كل الحاجات اللي فيها انا عملت تلاك جلسات في المركز الطبي ووصلت النتيجة اللي انا كنت عايزها واضية تماما عنها بحب اشكر المركز الطبي وده كاتف اللي فيه وكل صحاب اللي قالوا دي عليها قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس اكيد اللي جاي اكتر وافضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب ورجعنا مرة تانية واحنا في فقرتنا دي هنتكلم عن جهازين مهمين جدا في عالم التجميل جهازين يعتبروا من احدث الاجهزة في مجال التجميل دلوقتي واللي بينفرد بهم الحقيقة المركز الطبي وكل اجهزته طبعا تعتبر من احدث الاجهزة الموجودة على مستوى العالم لكن لما نيجي نتكلم مثلا على حاجة زي جهاز الهايفو او جهاز ازالة الشعر بالليزر هنقول ان المركز الطبي رقم واحد في مصر في الاجهزة دي وعنده احدث الاجهزة الموجودة سواء لو كان جهاز الهايفو او جهاز ازالة الشعر بالليزر هنتكلم عن الجهازين دول بالتحديد لأنهم يعني محققين نجاح كبير قوي وناس كتير بتسأل عنهم وعاوز تعرف معلومات أكتر عنهم مع ضفنا العزيز اللي معانا في فقرتنا دكتور هشام شعبان استشاري جراحة الوجه والأنف بالمركز الطبي إزايك يا دكتور هشام الحمد لله تمام عامل إيه؟ الحمد لله خلايا نتكلم عن الجهازين اللي احنا قلنا هنتكلم عنهم النهاردة الهايفو ده من أحدث الأجهزة الموجودة دلوقتي وفيه كتير قوي مبسوطين منه يا دكتور هشام وجهاز إزالة الشعر بلازر والحقيقة أنتم بتنفردوا بأن أنتم عندكم أحدث جهازين في السوق موجودين دلوقتي خلينا نعرف يعني إيه هايفو؟ هو باختصار هايفو هي كلمة اختصارها High Intensity Focused Ultra Sound اللي هو موجات فوق الصوتية عالية القوة مركزة بتشتغل بإيه وظيفتها؟ إن هي بتحفز الجلد أنه يبتدي كون كولوجين وإلاستين جديد بدل الكولوجين وإلاستين القديم عشان يبتدي يحصل له ليفتنج يتشد ده شكل جهاز الهايفو اللي احنا بنستخدمه زي ما بقولك احنا هو بيحفز الجلد عشان يكون الكولوجين وإلاستين عشان يبتدي يتشد ويرجع لوضو الطبيعي تاني هو جهاز الهايفو هو ببساطة كده أنه هو بيعمل ليفتنج بيرفع الجلد المتراخل وبيخلي الفاين رينكلز اللي هي الفاين والميديم رينكلز التجعيد الخفيفة والمتوسطة تختفي عن طريق جهاز الهايفو ده يعني هم بيستخدم في شد التجعيد البسيطة والمتوسطة عند أي حد بقى سواء رجال أو سيدات بتبقى عبارة عن جلسات ولا هي جلسة واحدة؟ هي جلسة واحدة بنعملها ده بيفور وافتر ليها شو فيه ده بيشتغل على الدقن كويس قوي أبروفد من منظومة الصحة والأغذية الأمريكية إنه هو بيشتغل على الدقن والدبلتشين تراهولات الرقبة بيشتغل على كويس قوي بيحصل شد للجلد طبعا النتيجة بتبقى جزء المريض بيشوفه وهو طالع من عندنا من بعد الجلسة على طول وجزء تاني في خلال 3 شهور ل 6 شهور بيحصل فيه تحص أنتوا شايفين يا جماعة الفرق بين الصورتين أنا عاوز أقول لكم أنه الفرق ده من جلسة واحدة جلسة واحدة بجهاز الهايفو عملت الفرق ده يعني يا دكتوره بصراحة هو الفرق كبير بس ممكن في ناس تقولك معقولة؟ ده جلسة واحدة تعمل كده؟ جلسة واحدة بتعمل كده وبيفضل العيان يتحسن في خلال 6 شهور من 3 ل 6 شهور بيحصل عن هي كاملة جزء بيشوفه هو بعد الجلسة على طول وبيفضل يتحسن لغاية ما يوصل 6 شهور أنا عاوز أقول لك كمان أنه هو بيستمر معاه من سنتين لتلت سنوات ياه؟ ليه؟ الجلسة بتقعد كم ساعة؟ من 45 دقيقة لساعة كاملة للجلسة يعني مش 3-4 ساعات؟ لا 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 من 45 دقيقة لساعة بنعمل شد للوجه والرقبة ده يعني دي جلسة مكسفة ويعني نجيب النتيجة دي ده حلو ده ده في ناس عندها خطين هنا ولا خطين هنا ندايقنهم ده ده تختفه في ثانية بيجيب نتيجة كويسة قوي بس هو أنت بتشوف جزء من النتيجة بعد الجلسة على طول والجزء بعد كده بيتحسن لغاية 6 شهور طيب احنا معنا فيديو تقريباً لجهاز الهايفو طيب نشوفه يكمل بعد إذنك على شاشة عشان نعرف الفكرة إزاي أو التكنيك إزاي هو بيبقى كده ده البروب بتاع الجهاز الهايفو وده طبقة الجلد احنا بنقول إنه هو بيشتغل على عمق 1.5 ملي 3 ملي 4.5 ملي يعني ده الجهاز بينامي الأبليكيشن ده أول طبقة بيشتغل عليها إنه هو بيدي نباضات بيفرغ طاقة على بعد 1.5 ملي من سطح الجلد بنغير البروب ده تغيير البروب هو بنبتدي ندي أعمق شوية ده طبعاً على حسب كل حالة يعني شوفه بدأ يزود العمق بتاع النباضات اللي احنا شغالين بيها فيبتدي يدي بدأ ما كان بيشد الجلد بس لا بيشد الجلد والمنطقة اللي تحت الجلد والعضلات كمان يعني اللي تحت الجلد كمان فهو ده التقنية بتاعته ده طريقة شغله ده البروب وده مقطع من الجلد وده بيشتغل بقى على الطبعات الخارجية والمتوسطة والعميقة هل في بقى استعدادات معينة لموضوع جهاز الهايفو ده أو سن معين؟ بصي مفيش أي استعدادات لجهاز الهايفو مفيش سن بس إحنا عادة بنقول إنه من سن 18 و20 سنة للي 50 و60 سنة مفيش أي مشكلة في الهايفو وفيه ناس بتعمل الهايفو من غير أي من غير أي سبب يعني ما يكونش مثلا فيه ترهولات شديدة ولا حاجة لا لمجرد النظارة هي مثلا بنت عندها 25 سنة عاوزة تشد البشرة بتاعتها عاوزة تحس إن البشرة أفضل بنعمل جهاز الهايفو ملوش أي أعراض جانبية وملوش أي مشاكل ملوش أي مشاكل؟ خالص بنأكد على كده ولا ليه أعراض ولا الوش مثلا هيحصل له حاجة ولا أي ولا أي حاجة خالص بيجي بنحط كريم مخدر موضعي لمدة نصف ساعة بعد كده بنشيل الكريم بنبتد نشتغل بجل موضعي برضو بنعمل الجلسات بتقوم من عندنا بنستخدم كريمات ملطفة لمدة يومين لتلاتة يام بعدها وما فيش أي حاجة بينزل شغله من تاني يوم على طول أو بتنزل شغلها من تاني يوم على طول أنا عجبني الموضوع ده جدا وأعتقد أنه هيلاقي استحسان ناس كتير بصي بصي هو الهايفو بالزبط بيعمل شغل الخيوط بس بدون إبرة يعني فيه ناس الخيوط إحنا بنشتغل معها بتدي نتاجها هيلة جدا طبعا الخيوط دي تلاغنة عنها فيه ناس ما بتحبش وفيه فرق طيب بين وبينها طب يعني طب إيه الفرق طب إيه اللي يخليني يعني لسأنا هيجي أولاد وقت طب إيه اللي يخلني أعمل الخيوط وفيه مثلا هايفو هل فيه حالات بتستدعي يعني فيه ناس بتختارها للهايفو طبعا فيه ناس بيبقى الموضوع معهم كبير فيبيبقى اللاج الأمسة اليوم للخيوط لكن الموضوع أقل شوية بيبقى الهايفو طيب فيه ناس مثلا يعني مشكلة عندهم إنهم ما بيحبوش شكل الإبرة بيخافوا من شكل الإبرة وهي بتخش الجلد معنا على فكرة برضو أنا عاز أأكد على حاجة إن تركيب الخيوط ما فوش أي ألم ولا أي حاج خالص بس فيه ناس ما بتحبش موضوع الإبرة ده فيبيبقى الهايفو هو الحل الأمسة اليوم يعني وبنفكر تاني إنه هو للتجاعد أو الخطوط البسيطة أو المتوسطة مش التراهلات بقى الجمدة دي دي خيوط دي شق خيوط والتراهلات الجمدة ممكن ما ينفعش مهار خيوط يبقى الحل الجراحي هو الأمسة اليهم يعني بهم حسب بنقيم الحالة بالزبط هو حسب تقييم الطبيب باللي الحالة بيكون إزاي تاني حاجة عاوزيني تكلم معناها قبل ما الفقرة تخلص وبردو جهاز هايل جدا وعن تجربة ناس كتير أنا شخصيا أعرفهم هو جهاز الهير ريموفل أو إزالة الشعر بالليزر أنتوا عندوكوا جهاز خطير يا دكتور جدا يعني نتاجه فعلا مبهرة وبعدين فيه ميزة إنه بيفتح المكان اللي بيتشال منه الشعر ده حي ده حي مصد يومناها هو نجاح أي جهاز بيبقى على كذا عامل العامل الأول هو الإيفيكس بتاعته هو درجة التأثير بتاعته على الحاجة اللي احنا عوزنا تاني حاجة إيه الأعراض الجانبية بتاعته كل ما قالت الأعراض الجانبية ده بصي ده صورة حقيقية من الجهاز اللي عندنا في المركز آه هو ده الجهاز ده الجهاز الهيفي ده الليزر يا جماعة ده جهاز سوري الليزر ومعاه وحدة التبريد بتاعته وحدة التبريد دي حاجة أساسية في الجهاز دي اللي مخليها الجهاز فعلا بيدي نجاح كويس قوي ليه؟ لأن أنا زي ما بقولك الجهاز مؤثر ما فيه أجهزة كتير مؤسرة بس فيه أجهزة مؤسرة وفي نفس والمشكلة بقى أن يبتلها أعراض جانبية لا وسريع سريع من أول جلسة الواحد يشوف نتيجة بس مش معنى كده أنه يوقف لا طبعا أو يبطر هبنعمل موضوع ده في جلسات وكل ما احنا بنشوف أنه هو محتاج جلسات أكتر بياخد جلسات أكتر عشان يدي النتيجة المطلوبة ما هو ممكن نعمل جلسة وبعد كده يخيف شوية الشهر بس يرجع مرة تانية نعمله على جلسات بيبجي نتائج هيلة جدا هو أقل جهاز موجود في السوق في الأعراض الجانبية بتاعته معظم المشاكل بتاعة أجهزة الليزر الحروق يعني فيه ناس يقولك أنا يروح تعمل إزالة شهر وحصل لي حرق ده مفهوش كلام ده لأن معاه من أحسن وحدة تبريد موجودة في الأجهزة الموجودة في السوق ده بالعكس ده يفتح بالضبط تاني حاجة بقى أنا عاوز أقولك إن الجهاز ده بيفتح فعلا الأماكن اللي فيها أصوه أنا شوفت بعيني نتائج أه عشان كده أنا بتكلم أنا شوفت بعيني نتائج الجهاز بتاعك وبتاع إزالة الشعر بيفتح الأماكن اللي بيشتغل عليها فعلا ده حقيقي بدون أي تأشير وبدون أي حاجة يعني هو بيدي بيفتح الأماكن اللي بيتشتغل عليها والموضوع بيبقى جلسات عشان نعرفهم يعني اشرح لهم موضوع إزالة الشعر بالليزر ده بيتعمل إزاي وهل في استعدادات معينة هل في محازير معينة بعدها طبعاً دي صور دي صور طريقة شغل الجهاز طبعاً هو أي حاجة بيبقى لها استعدادات إنهنا المفروض بنبقى شايلين الشعر بشفرة مش بسويت ولا كريمات بنستخدم بعد الجلسات زالة الشعر مفروض إنه أنا ما بشلش الشعر دي تاني مرة تانية فيه ناس ممكن تشيلها بملقات أو أجهزة تانية اللي هي بتشيل الشعر ده ما ينفعش لأن ده طبعاً بيقلل تأثير الجهاز إحنا الجهاز بيشتغل على مادة المادة الصبغة اللي موجودة في بصيلة الشعر بيموتها عن طريق الطاقة اللي بيفرغها فيها فأنا لو شلت الشعرة بعد ما ضربتها بالليزر فأنا بسمح إنها يتكون شعرة تانية مكانها فطبعاً ده ممنوع خالص إننا يعني خلينا أقولها لهم ببساطة أي حد أعاوز يعمل أو مقبل أو هيقبل على جلسات زلت الشعر بالليزر أول حاجة أعملها إنه الشعر قبل ما يروح ما يتشالش بالطرق التقليدية اللي أنتوا عارفينها يتشال عن طريق الشفرات أو الشفرات بحيس إنه الجدر يفضل موجود لأنه جهاز الليزر بيستهدف الجدر بتاع الشعرية فإذا لو شلناها بالطرق التقليدية طبعاً هنشيل الجدر فمش هتجيب نتيجة تاني حاجة لما تعملوا لو بدأتوا في الجلسات ممنوع استخدام الطرق التقليدية برضو خلاص يعني ما نستخدمهاش خالص برضو الإزالة عن طريق الشفرات أو الشبك هو مش هتحتاج إن هي تستخدم شفرات لأنه هو بيقع بعد شوية لو بين الشهر يعني لو طلعت كام شعرية بين الجلسة والتانية ما تتشالش يعني أهم حاجة تحتفظه بالجدر عشان في الجلسة اللي بعدها الليزر هيشوف بيشوف الجدور ده مهم جدا هو الليزر بيشتغل على الصبغة اللي موجودة في بصيلة الشعر نفسها وعشان كده دايماً نقول إنه هو بيشتغل على الشعر الغامق الأصمر والجري بدرجة أقل شوية الشعر الأصفر بيبقى بدرجة أقل خالص الشعر الأبيض للأسف الليزر ما بيشتغلش عليه فإحنا بنشتغل دايماً على البصيلة بتاعة الشعر فعشان كده ما نشيلش البصيلات الشعر بالطرق التقليدية اللي احنا عارفين طب وكويس جداً لأنه أنا أعرف أنه الليزر صديق الشعرية الصمرة بالضبط التخينة بالضبط فمعظم الشعب المصري عندهم الطبيعة دي إنه الشعر أصمر وتخين فده معنى كده إنه هيجيب نتيجة هيلة جداً مع الليزر ومش مهم كسفته على فكرة يعني مهما كانت كسفته مهما كنت مشعرة مثلاً أو شعرك أصمر أو 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 بتتشال أحسن من اللي شعرها كمان فتح ومش مشعرة بكتير وعلى فكرة إحنا الجهاز اللي عندنا في المركز بيشتغل على طيبس كتير قوي من الجلد يعني فيه أجهزة بتشغل على بعض الأنواع الجلد الفتحة بس أو الخمرية لا إحنا عندنا الجهاز عندنا بيشتغل على درجات كبيرة من الأنواع البشرة بميزة كويسة قوي في الجهاز اللي عندنا يعني بشرة فتحة بشرة غمق بالضبط ما فيش مشكلة في خلص بيجيب نفس النتيجة بيجيب نتيجة كويسة جداً مع معظم أنواع السكين طيبس طيب فيه ناس بيبقى عندها مثلاً في ظهرها شعر كتير أو في أماكن مش متعرف عليها برضو بيتعمل المساحات الكبيرة آه بيشتغل على كل الشعر إحنا عندنا باكش كاملة للموضوع ده فيه بالمنطقة وفيه بنشتغل باكش فول بودي هير ريموفل بيشتغل على جلسة بالضبط طيب دي بتبقى جلسات يا دكتور هشام علشان الناس تبقى فاهمة مش جلسة فيه ناس بيجيب لها جلسة مش جلسة مش زي الهايفو جلسات وبعد كل مدة ما نبعد الجلسة عن الجلسة يعني بنبعد الجلسات عن بعض كل ما بنام الجلسات أكتر كل ما بيبقى المسافة المدة من الجلسة والجلسة بعيدة شوية لغاية أن احنا ممكن نوصل بعد كده سنة ويمكن أكتر من سنة عشان نعم الجلسة بشكرك دكتور هشام على وجودك معنا النهاردة ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان هنروح لفاصل بعد الفاصل بشريتك مع ماسي مي حولت كتير تتخلص من مشاكل البشرة بس كان الفشل عنوان كل محاولة سمعة المركز الطبي وتاريخه كان هو الحل لكل مشاكلها وفعلا أخدت الخطوة الأهم في حياتها وحقيقي المركز الطبي كان حل لكل مشاكلها زي ما هنشوف دلوقتي جربت حاجات كتير من نفسي وزورت دكتور كتير بصراحة فالنتيجة مكنتش تمام فأصدقاء كتير قالولي زوري المركز الطبي وإن شاء الله هتلاقيه عملت أكتر من جلسة بصراحة والنتيجة كانت زي ما أنتم شايفين أنا مش مصدقة بصراحة يعني التجايد رواحك ورادية جدا عن نفسي وشكلي أنا حاسة أن أنا مستباح نفسيا وبشكر جدا للمركز الطبي وجزاهم الله خير بصراحة بذلوا مجموعة كبير بس النتيجة ممتازة جدا قصص نجاح المركز الطبي كتيرا بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورانيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة ستة وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب وأخيراً بشرتك مع ماسي اللي سيدات كتير جداً في مصر والعالم العربي وبنات وأعمار مختلفة خالص يعني من 18 ل 50 60 70 بيستنوها وبيبقوا عاوزين يعرفوا معلومات أكتر طبعاً في شريحة كبيرة جداً عارفت ناسي وتعاملت معاه وجربته وفي ناس تانية لسه ما تعرفش أو عاوزة تعرف معلومات أكتر عنه إيه الكريم ده إيه الكريم اللي بيرجع شكل البشرة 10 سنين وراء إيه الكريم اللي بيعالج المشاكل بتاعة البشرة دي كلها يعني هل في حاجة كده ده سحر ولا حقيقة هو طبعاً حقيقة بشهادة ناس كتير وتجربة ناس كتير جداً فأحنا النهاردة هنتكلم في فقرتنا دي عن ماسي دورو جولد مع ضفتنا العزيزة دكتورة دينة أبو سعود المدير الطبي لشركات ماسي فر إزايك يا دكتورة دينة أهلا بيك يا يومي عملا إيه الحمد لله يا حبتي يعني أعتقد أن كل الناس بقى ندخل فيها ومعظم السيدات والبنات والرجال بقوا عارفين بس طبعاً في ناس كتير قوي لسه ما تعرفش في ناس كتير ممكن تكون بتتفرج علينا لأول مرة طبعاً أكيد فحاوزين نقول لهم إيه موضوع ماسي دورو جولد إيه سر ماسي دورو جولد إيه الانتشار الرهيب اللي انتوا عاملينه دا إيه النجاحات الكبيرة دي يعني أقولك إيه نص ستات مصر والوطن العربي جربوا ماسي أنا أعتقد أكتر كمان أعتقد أنا كمان طول ما أنا ماشي في أي مكان بتكعبل في ناس استعملت ماسي وجربته وبتسأل عليه فيعني الموضوع تشهر بشكل كبير جداً ماسي دورو جولد فعلاً اتشهر بشكل كبير حقق نجاح كبير جداً في وقت قصير جداً يا يومنا احنا في الموضوع تبقى لنا سنة 2 ونص فعلاً لقى شهرة أكتر من منتجات بقى لها سنين طويلة ليه ماسي نجح النجاح دا؟ ليه ماسي اتشهر الشهرة دي كلها؟ لأن ماسي دورو جولد يا يومنا الوحيد اللي هتلاقي فيه 56 مكون ماسي دورو جولد الوحيد اللي بنعتبره كرس كامل لعلاج كل عيوب البشرة من علامات تقدم في السن ماسي دورو جولد تصنع في 6 سنين أبحاث عشان يقدر يلائم كل أنواع البشرة يقدر يلائم كل ألوان البشرة ماسي دورو جولد الوحيد وأنه من أقوى منتجات التجميل في العالم لعلاج التجعيد اللي بتقرقنا كتير جداً لعلاج الهالات السودة لعلاج تصبغات الجلد أصار حب الشباب لعلاج أي بقع نتجة بقى عن الشمس عن أصار حب الشباب أو عن حب الشباب أو حتى عن كوزماتيكس أي أحياناً بيبقى فيه كوزماتيكس بتعمل حساسية في البشرة بتبقى حمراء وبعدين بتقلب الحمر ده الغامع ماسي دورو جولد بيعمل يعني بيقدر يوحد من البشرة ويفتحها بشكل كلي يعني بشكل كده ماسي دورو جولد الكريم يقدر يشد الجلد يبقى ماسي دورو جولد عشان كده نجح النجاح ده لأنه فعلاً الكريم الوحيد اللي يقدر يعالج كل علامات تقدم في السن ومش بس لستات للرجالة كمان يعني ماسي دورو جولد ملائم لسيدات ورجال بنات الصغيرة في السن اللي تستخدم ماسي دورو جولد عشان تدي نظارة حلوة قوي يمكن بنات صغيرة لسه ما عندهاش تجعيد لسه ما عندهاش هالات سوداء لكن وشها مطفي وانس إن وشها مطفي كارزمتها بتقل جداً فإحنا عايزين حتى البنات الصغيرة يبقى عندهم طلع حلوة وكارزمة حلوة بماسي دورو جولد هي الفكرة في الكارزمة دي يعني أنت ممكن تلاقي واحدة حلوة زي الأمر وما عندهاش كارزمة صح بيخة ما عندهاش كارزمة وممكن تلاقي واحدة تانية لطيفة ويعني مش بجمالة تانية بس وشها كله كارزمة وجاذبية ونور وإشراقة فهو ده اللي احنا بنقوله الكارزمة أهم بكتير من إنه بقى شكلك حلو بقى عندك كارزمة ويا سلام بقى لو شكلك حلو وعندك كارزمة دي قصة تانية خالد ده موضوع آخر بس ماسي بيعمل الكارزمة دي بيعملها إزاي إنه هو بينور الوش بيحلي يعني أنا الكلمة اللي سمعتها كتير من الناس كتير أنا شكل حلو لا وإحنا على طول يومنا بنقول إن ماسي دورو جولد شعاره الأساسي إنه يقدر يخلينا نبدو أصغر سنيا أو شكليا عشر سنوات عندي عملة بيستخدمه ماسي دورو جولد من الستات بيقول لي يا دكتورة دين إحنا هنصغر عشر سنين أنا حاسن صغر لنا عشرين سنة فهو عشان كده بيحلي يعني إيه ماسي دورو جولد دي قدر يصغف في السن اللي باشا شكليا عشر سنين يعني لو إنتي مثلا متصورة صورة زمان هتلاقي صورتك فيها بريق مثلا وشك مجدود ما فيهوش تجعيد حتى وإنتي بتتحكي كل ده مفروض وحتى وإنتي بتعملي كده ما عندكيش المية وحداشر بعد الفترة لما بتيجي تتصوري بتلاقي بقى مشاكل بقع مشاكل هالات السودة كل الحاجات دي وبعدين بتعودي بقى تحاولي تعملي فلاتر بالموبايل عشان تداري المشاكل دي مش مشكلة الصورة المشكلة أنت لما بتنزلي وتقابلي المجتمع يبقى شكلك عامل ازاي صح على طول بقول الست مهمة قوي وهي نزلة راح أشغلها يبقى شكلها كويس راح تعمل انتروفيو في الشغل على فكرة المظهر من أهم حاجات اللي تقدر تتقابل في شغلها نزلة مع خطيبك لازم تبقى شكلك حلو جدا وعلى فكرة رجالك كتير قوي بتحبش الميكب الأوفر يعني وفي ناس ما بتحبش الميكب بخلص أنا قبل كده خطيب قال لي ايه اللي انت عاملها في لحسك ده مرة قلتها حط ميكب قالي شكلك من غير ميكب أحلب كتير ففيه فعلا رجال كتير يا يومنا ما بيحبوش الميكب الأوفر فتعمل ايه بقى تقولك أنا بحط الميكب عشان قداري عيوب فهو خطيبها مش عجب مش عاجبه الميكب فهي ميسيد الرجال فعلا بيدي نتيجة حلوة قوي على طول بقول احنا دخلين في موسم أفراح فمحتاجين ان احنا نستخدم ميسيد الرجال عشان اديها تطلع الحلوة حتى وهي قادة في البيت اكيد انا قادة في البيت مش حط يعني معاها نستخدم عن الميكب خالص بنسبة كبيرة جدا يعني العرض للأسف انتهى احنا قادنا فترة طويلة جدا كنا نفوض هنقعد اسبوعين مدينها لأكتر من شهر والحمد لللي عندي عمل كتير استفادوا بالعرض بشكل ممتاز بس هو العرض انتهى عشان كنت لازم أقول لسان المشاهدين اللي بتفرجوا عليه يعني ده خبر هايزة عن الناس كتير ما سيتعرف ذنو كريم الدهب وان الدهب مكون أساسي من مكوناته واي حد بيحطه يشوف كمان الدهب طبعا بعني الدهب طبعا حاجة فخمة جدا ان هي تبقى في كريم علشان كده هو فخم يعني هو أنا بعتبره كريم من أفخم الكريمات اللي اتعملت على مستوى العالم كلها صح فقوللنا بقى ايه المكونات الأساسية فيه غير الدهب غير الدهب عندك الكافيار الكافيار مهم جدا يا يومنا الكافيار في خير البحر كله فيه معادن أحماض أمينية مضادات أكسدة طب الكافيار هيعمل ايه في برشتنا احنا مناكله فأولا بيبقى طبعه حلوة قوي سنيا طبعا بيغز جدا الكافيار على البشرة أهم لأن كل الأحماض الأمينية والبروتينز بتحطيها دايكت على برشتك يعني كتير قولي خلاص احنا هناكل كافيار ويبقى برشتنا حلوة كل الكو بقى عشرين كيلو كافيار تعفت جرام بكام دلوقتي كافيار يعني لو أعطي في أي مطعم بالمعلقة الكافيار ماسيدروجولد المية عشرين ميلي كله كافيار الكافيار أنتيرنكل يعني يقدر يعالج التجعيد ويتنينج إفاكت بيعمل ويتنينج إفاكت عالي جدا يعني يقدر يعالج هلات سودا يقدر يعالج أصر حب شباب يقدر يغنيكي فعلا تماما على الميكب كمان بيحتوي على الأنتي أكسيدانت يعني بيعالج وبعد ما بيعالج بيعمل وقاية من ظهور المشاكل الزيتان فدي أهمية الكافيار عندك الفيلر ماسيدروجولد بيحتوي على فيلر فيلر بدرجة عالية جدا الفيلر إيه أهميته غير أنه بيعالج التجعيد بيعمل رطوب عالية قوية يمنى يعني اللي عايزين يعملوا فيلر ممكن يستغنوا ممكن يستغنوا عن الفيلر والبوتوكس في حالة التجعيد السطحية بيغني تماما عن الفيلر والبوتوكس على طول بقول في التجعيد العميقة بنصح باستخدام ماسيدروجولد مع الفيلر والبوتوكس يمكن فيه سيدات كتير عندها تجعيد عميقة وبتقولي دكتورة دينة أنا مش عايز ألجأ مثلا لحق إن أنا كل ستة شهور لازم أرجع أحيان بقولها تستخدم عبوتين من ماسي لأن التجعيد العميقة بتحتاج فترة أطول لأن كتير يقولي طب أنا دلوقتي جبت ماسي هحطه النهاردة الصبح لأي وشي مشدود ومفيش تجعيد النتائج دايما بيسأله على النتائج بتبين بعد قد إيه ماسي أنت أول شهر بتشوفي نتيجة أول شهر بتشوفي تحصل الشهر التاني بتشوفي تحصل أكتر الشهر التالي بتشوفي تحصل أكتر بالنسبة للتسبوغات والتجعيد بعد ما بتخلصي الكورس بتلاقي وشك اتعالج تماما ماسي دلوقتي دلوقتي بيكفي قد إيه؟ بيكفي ستة شهور لكن نتيجة النضارة والنعومة وأحيانا شد البشرة من أول الاستخدام طيب هي ستة شهور هي كبيرة مش صغيرة يعني هتكفي ستة شهور طبعا طيب هل في طريقة معينة للاستخدام ماسي يا دكتورة دينا بمأنه منتج فخم هل في طريقة معينة؟ هو سهل أنا على طوبة أقول ماسي دلوقتي السهل الممتنع ماسي كريم بيتحط يوميا صباحا ومساءا عايزين نحطه مرة واحدة بس بنفضل مساءا ليه مساءا ليه؟ عشان أنت بتبيراجع من بره وبتناني وبشرة بمرتاحة في تقدر تستفاد من ماسي دلوقتي بكمية عالية جدا زي ما احنا شايفين الموضل على الشاشة دلوقتي هي هنا غاسلة وشاة أنت بتتغطي 3-4 ضغطات على كافي إيدك بتوزيع على وشك كله ما ننساش تحت العين وما ننساش الرقبة هل ماسي دلوقتي مناسب لتحت العين؟ مناسب جدا لأنه بيعالج التجعيد والفاين لاينز اللي تحت العين وكمان بيعالج الهالات السودة بيسألوني كمان عن المسامات الواسعة ماسي دلوقتي بيحسن المسامات الواسعة لأنه فيها أسترينجة إفاكت كمان بيسألوني عن تهدولات التحت العين ماسي دلوقتي بيقدر يحسن تهدولات التحت العين لأنه كمان بيشد الجلد وبيمتص بسرعة يعني للبشرة الدهنية يكون لطيف جدا هاي للبشرة الدهنية طبعا ليه ماسي دلوقتي بيمتص بسرعة؟ كل العمل اللي استخدموا ماسي دلوقتي عارفين أنه بعد 5 دقائق انت مش حط كريم وشك فيه نظارة بس مش حاسة اني وشك مزايد نتيجة ان ماسيد روجولد متصنع بطريقة النانو تكنولوجي يعني كل الجزائيات صغيرة جدا تقدر تختارك الاسكنبالي البارير وتقدر تختارك طبقات الجلب كمان ماسيد روجولد اكوا بيز مش اويل بيز يعني قدر يمتص كويس جدا ماسيد روجولد مش بس مناسب البشرة الدهنية كمان البشرة الجفة والبشرة المختلطة ايضا نروح لتقرير يلا تفضلوا ماسيد روجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسيد روجولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اسيد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسيدورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسيدورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسيدورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسيدورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسيدورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسيدورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات من المرخص من مرخص من مرخص من مرخص ستبدو أحضرات المرخص من وزارة ماسيدورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسيفارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسيفارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسيفارم غاوف ومقرها دبي الإمارات ماسيفارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جرو شفنا في التقرير أنه لوكي فروع كتير مش بس موجودين في مصر وليكوا كمان أرقام كتير هتقولي الفروع فين والتواصل معكم بيكون إزاي؟ الشركة الرئاسية بتاعتنا الشركة الأم متوجدة في إيطاليا شركة ماسي فارم إيطالي عندنا شركتنا في مصر ماسي فارم إيجبت مقرها قايرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جالف مقرها جبل علي دبي الإمارات عندنا شركتنا الثانية في دبي ماسي فارم جالف المستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات أريب هنفتح في أمريكا ماسي فارم أمريكا مقرها ولاية فلادلفيا ولاية المتحدة الأمريكية نقدر نتواصل فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة بلس سوشل ميديا صفحاتنا اللي على الفيسبوك ماسي درغولد مش موجود في الماركت خالص لأنك تيبوا لي أن بننزل ندور عليه ماسي درغولد حصري لشركة ماسي فارم اللي أرقامها ظهر على الشاشة طيب دكتورة دينا وكمان ماسي مرخص من ثلاث أماكن أياش مكان واحد ثلاثة يعني كل مكان أصلا من دول صعب جدا أنه أي حد ياخد ترخصهم لأنه فيه دقة شديدة جدا فانتوغدين ثلاث حاجات أول حاجة على طول بابديدي بيها وزارة الصحة المصرية يعني ماسي درغولد مرخص من زارة الصحة المصرية وعلى كل علبة من علم ماسي درغولد وورا العلبة رقم الترخيص وترخيص ظهر على الشاشة دلوقتي كمان تاني حاجة ماسي درغولد متصنع في إيطاليا يبقى مترخص من دول الاتحاد الأوروبي كمان تلات حاجة مترخص من الإمارات حكومة دبي وشركة ماسي فارم الوحيدة اللي بتعرض ترخيصها على الشاشة يومية وده حاجة كويسة جدا ويمكن فيه ناس كتير قوي دكتورة دينا بتقول طب النتيجة النتيجة هتبان بعد ماشي بعد مدة وبشرتي هتتحسن بشكل كبير هلأ أنا مضطرة بقى يعني بعد ما خلص الكورس إيه اللي هيحصل لبشرتي يعني هجيب تاني ولا هبقى خلاصت علجت ولا هي فكرته زي البوتوكس والفيلر كم شهر وبتروح ولا ايه بالضبط؟ بعد ما بتخلصي العلبة يومنا انت عليك تحفظي يعني عطول بقول دي مسؤولية كل حد بيستخدم ماشي دروغولد ان كل ما بتحفظي كل ما النتيجة بتطول معاك ماشي دروغولد مش زي الفيلر والبوتوكس في حاجة ان الفيلر والبوتوكس انت بتشبعي بشرتك بالفيلر مرة واحدة تحت الجلد لكن ماشي دروغولد انت المية وعشين ميلي فيهم فيلر فانت بتشبعي بشرتك يوميا لمدة 6 شهور بالفيلر فانت بعد ما بتخلصي الكورس بشرتك بتبقى خلاص وصلت لتشبع تام بمكونات ماشي دروغولد فبتقعد فترة طويلة وشي كويس جدا ورقبتك لكن كل ما بتحفظي انك انت تنزلي الشارع مثلا فيه شمس قوية جدا تحطي واقي شمس دي حاجة مهمة ما ننساش نشرب مياه الجنك فود برضو سعاد بيأصل فانت كل ما بتطولي الموضة بتاع انك انت تحفظي كل ما نتيجة ماشي دروغولد بتبقى احسن واقوى معاك لكن عايز اقولك ان عملة كتير مش بيستنوا وحيات ربنا يعني فعلا عندي عملة كتير قبل ما العلبة بتخلص اللي هو تقولي لا يا دكتورة دينا بعتولي النهاردة عشان فاضل ان انا حطه النهاردة بالليل بس فلازم العلبة الجديدة تبقى معايا عشان مش دونت سكيب يوم يعني يعني كتير يقولي طب يا دكتورة دينا انا حطه مرة في الأسبوع عايزاي يفضل فترة طويلة معاك ما ينفعش يعني عنا تقول اقول ما ينفعش ده كورس يجب يتحط كل يوم لكن لو ننسينا يوم مش قضية لكن مش مش ناخد على جدا وبعدين الحلوة في ماسي ان كنتي بتحطيها مرة يا مرتين مش زي ان كنتي مثلا تبقى عندي خمسين حاجة تحطي بالضبط انا في دي مع كل ستات ان لازم تنسى لكن ماسي ستة وخمسين مكون الخمسين الف حاجة الموجودين في التسريحة اختصرناها في علبة واحدة فدي حاجة سهلة فمش معنا ان احنا عملنا لك حاجة سهلة جدا انها كمان تتنسي فلازم يتحطي يوميا لمدة ستة شهور نسينا مرة مافيش مشكلة نعيد تاني تاني بس هو المقصود ان عبوها واحدة بتكفي لجميع المشاكل يعني هي متصنعة لان هي تعالج في خلال ستة شهور دول المشاكل البشرة مشاكل علامة التقنم في السن اللي بتقرقنا جدا والمشاكل اللي قدر يعالجها مسي دروغولد مكتوبة على العلبة السيكس اكشن لكن مثلا الحبوب اللي فيها دمامل لا البوها لا لكن العلامات التقنم في السن وان احنا نصغر طبعا يقدر يعالجها بشكرك على وجودك معي دكتورة دينا شكرا رضيبتي العزيزة دكتورة دينا ابو السعود حلقتنا خلصت تقدروا تتواصلوا معي او تبعتولي اي اسئلة على صفحات الشخصية بتكون تمانية صباحا والحلقات كلها موجودة على اليوتيوب اشوفكم بكرا ان شاء الله وانتوا في احسن صحة وفي احسن حال كنت معاكم يومنا طولان سلام عليكم ماسي دروغولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دروغولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجان والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها هي الكافيار كافيار كولاجين سيرامايد ماسي دروغولد مناسب للرجال والنساء ماسي دروغولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دروغولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دروغولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دروغولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دروغولد ماسي دروغولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من أقوى مرخص من وزارة ماسي دروغولد ستبدو أقوى مرخص من حكومات صفحة وفرم ماسي دروغولد أحد منتجات ماسي دروغولد اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوث ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دروغولد أحد منتجات ماسي جروب أحد منتجات ماسي دروغولد 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 اشتركوا في القناة